نادي المصري أنا آسف استقبلت شباكه 15 هدف في 15 مباراة في الدوري هذا المصري يمكن احنا قلنا نادي المصري عنده مشاكل دفاعية ان هو بيستقبل كله مباراة هدف وان هم عاملين 3 كلين شيت بس من 15 مباراة ده يمكن يعني الرقم اللي هو ايه اكد ان هم عندهم مشاكل دفاعية طب ايه المشاكل الدفاعية الموجودة؟ نمرت واحد التمريرات الطولية في عمكة فاع النادي المصري دخل في مرماهم 3 اهداف من 15 نمرت اتنين 3 ضربات جزاء دخلوا شباك النادي المصري ده بيأكد ان هم برضو بيرتكبوا ضربات جزاء كتير والتمريرات الطولية ده بيأكد ايه الاثنين دول ان القلبين الدفاع في النادي المصري عندهم مشاكل فيه الرقابة والتماركس في الواحد على واحد فبيضطروا ان هو يرتكبوا ضربات جزاء كتير وفي نفس الوقت بيحصل التمرير الطولي التمرير الطولي في عمكة فاع النادي المصري بيعمل لهم مشاكل كتير الحاجة اللي بعد كده برضو الكرات العرضية من الجبهة اليسرى للنادي المصري إحنا قلنا أن النادي المصري عنده مشكلة في الباكليفت فتحديداً الكرات العرضية من الجبهة اليسرى للنادي المصري داخل فيها ثلاثة اللي النهاردة بيلعب فيها حسين الشحات وإحمد فاتحي حال هيقدروا يستغلوا الجبهة اليسرى نقطة ضعف النادي المصري برضو دخل في شباك النادي المصري ضربتين اتنين ضربات ركنية وفي حاجة كمان التمريرات بالخطأ من المدافعين ومن حرس المرمى هدفين طبعاً لأن طريقة لعبة كابتل النابي التحضير من المتحن ولكن هو بيغير فيها كتير عموماً أعتقد أنه هو النهاردة حيبقى فيه تغييرات كثيرة في طريقة لعبة كابتل النابي اتنين تزديدات من خارج المنطقة برضو بيأكد النقطة اللي هي النادي المصري برضو شايف النادي المصري النهاردة غياب أحمد مسعود اللي هو الحالس الأساسي بتاع النادي المصري والدفع بالحالس الشاب أحمد عبد الفتاح اللي ملعبش غير مبارتين بس طول السنة أعتقد أن هي هتفرق برضو أعتقد أنها ممكن تكون نقطة فيصل في المباركة خليلنا نروح لصور أهداف النادي المصري الأهداف اللي دخلت مرمى أول حالة معنا اللي هي دخلت في شباك النادي المصري من كرة عرضية من الجبهة اليسرى قامنا الباكليفت عند النادي المصري سواء بيتغير بها ماجدي سواء عمر كمال عبد الواحد أي باكليفت يا عندهم الجبهة اليسرى دي فيها مشاكل وبالتالي هذه هدف جامع عرضية من الجبهة اليسرى برضو هدف أسوان في شباك النادي المصري كان من كرة عرضية الهدف اللي بعده ده هدف سموحة الهدف اللي بعده ده هدف أسوان نفس اللعبة وبالتالي ده بيأكد برضو أن الانتنين المساكين عند النادي المصري طيب مالش يا دكتور عشان جالنا تغيير بس في البودلاء نادي الأهل